أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهراً على سيادة المغرب ووحدة ترابي أنكم تجلسون مع الجمهورية الصحراوية نداً لند دولة لدولة في الوقت الذي تأتون بمثلين تقولون أنهم يمثلون الصحراوين شكراً هذا خطر ليس سؤال ولكن أولاً النقاش حول تقرير المصير كان لتوضيح بعض الأمور حتى لا يبقى الناس تحلم ويبقى أحلام ويبقى أساطير تقال النقاش كان ليقول المغرب بصراحة بأن من خدع الناس بالقول بأن تقرير المصير يعني الاستفتاء كان يغالطه وفي الاجتماع لا أحد قدم دليل على أن تقرير المصير يمر عبر الاستفتاء سنة 2017 عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد ناصر بوريطة وزيراً للشؤول الخارجية والتعاول الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج واحد الشخص للضحكة ما كتفرقش وجهه الضحكة اللي كتمرض أعداء المغرب إذا تكل ما أسكت له ذكاء خارق دائماً ما يفهم الأعداء متمكن جداً من عمله شيء اللي خلى الملك محمد السادس نصره الله يثق فيه الثقة الكاملة في 9 أكتوبر 2019 جلالة الملك كيأين أعضاء الحكومة الجديدة وكيجدد الثقة دياله في السيد ناصر بوريطة وعينه وزير للشؤول الخارجية والتعاول الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قاهر أعداء الوحدة الترابية للمملكة تعرف بالدهاء دياله والدكاء دياله في الحقبة دياله عرفت الدبلوماسية المغربية تطور كبير حيث تحقق مجموعة من الامتيازات بما فيها اعتراف العشارات من الدول بمغربية الصحراء وساهم فضل سياسته الدبلوماسية الناجحة في إقناع عشرات الدول بفتح قنصوليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو اللي اختارع ديبلوماسية القنصوليات اللي كدت تعتبر استراتيجية مغربية جديدة في الصحراء حيث كدت تولى فتح قنصوليات في الأقاليم الصحراوية حتى توصل العدد ديالها كتر من 15 القنصولية إفريقية وكتسبات الامارات شهرة كبيرة باعتزامها افتتاح قنصولية لها في الصحراء المغربية في خطوة غير مسبوقة عربيا هذا الشيء ره مجاش غير هكذاك ره استراتيجية ديبلوماسية وتنموية جديدة تنهزوها الريباط لتعزيز سيادتها على الإقليم ونزيد عليها اكتساب الدعم الإقليمي والدولي غير قوي طرحها للحكم الذاتي حيث أكد وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا خلال افتتاح قنصولياتي زامبيا ومملكة إسواتيني بمدينة العيون أن عدد القنصوليات في الصحراء وصل للخمسطاش وكثير من خمسطاش قنصولية تمانية من نهاب العيون وسبعة بالداخلة أجي ونتعرف على هذه الشخصية ماذا هو ناصر بوريطا وكيف حتى توصل لهذا المنصب الحساس من الأصل دياله وكيف كان عايش وعلاش الملك محمد السادس نصره الله ودع الثقة دياله الكاملة في هذا الرجل ناصر بوريطا تزاد سنة 1969 بمدينة تاونت تخرج من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وحصل على الإجازة في القانون سنة 1991 حصل أيضا على ديبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية سنة 1993 ومنساوش أنه حصل أيضا على ديبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي لسنة 1995 هذا الرجل له الباع الكبير فيما وصلت إليه الدبلوماسية المغربية من تطور تدرج في مختلف السنة الدبلوماسية بعد سنوات من الخدمة بالإدارة المركزية بالرباط خدم أيضا في سفارات المغرب في كل من فين أو بروكسيل وتدرج في مناسب المسئولية داخل الوزارة من رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة إلى رئيس قسم الأمم المتحدة ما بين سنتي 2003 و2006 ثم مديرا لمديرية الأمم المتحدة والمنظمة الدولية ما بين سنتي 2006 و2007 بعد ذلك تقلد السيد ناصر بوريطا وعلى التوالي مناصب مدير ديوان وزير الخارجية ثم سافير مدير عام العلاقات لمتعددة الأطراف والتعاون الشامل في سنة 2011 سيتقلد السيد ناصر بوريطا من سبيل الكتابة العامة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي المسئولية التي تولاها حتى التعيين دياله في 6 فبراير 2016 من قبل جلالة المالك محمد السادس نصره الله كوزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوريطا رجولدكي أعطى تعريف فريد من نوع الدبلوماسية الحديثة حيث قلب الحرف أن الدول اليوم تعمل على إعادة كتابة سيرتها الداتية دبلوماسيا لتقدمها أمام عالم يعاد تشكيله مجددا والمغرب يجد نفسه اليوم مضطرا إلى أن يقدم صورة مماثلة محتربة بصورة تحافظ على سيادته وحدة ديره التورابية شغر الاسم دياله من نبدأ في 12 يونيو 2017 جولة شاملت عدد من دول الخليج بهدف الوساطة في الأزمة اللي كانت بين قطر ودول الخليجية أخرى وبدأ بوريطة جولة دياله بزيارة الإمارات حيث استقبل من قبل محمد أيد ألنهيان ولي أهد أبو ضبي نائب القائد الإعلى القوة المسلحة الإماراتية وبلغ بوريطة ولي الأهد ديال أبو ضبي رسالة شافهية من الملك محمد السادس وشملت الجولة دياله دول خليجية أخرى حيث بدأ الاستعداد ديال المملكة للوساطة من أجل حل الإزمة اللي كانت من بين هذه الدول وأكدت الخارجية المغربية عن طريق ناصر بوريطة أن المملكة المغربية كتابع بنشغال بالغ تدهور هذه العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبولدان عربية أخرى وبين دولة قاطر مؤكدة أن الملك أجرى اتصالات موساعة ومستمرة مع مختلف الأطراف منذ بداية الإزمة حيث دعاد الملك الجميع إلى مزيد من التروي والحكمة من أجل تهديئة الوضع وتجاوز هذه الإزمة طبيعة الحال وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي وأضاف ناصر بوريطة أن المملكة المغربية التي تربطها علاقة خاصة بدول الخليج أرغم البعد الجغرافي كتشعر بأنها معنية بهذه الإزمة دون أن تكون في خضم بها كما ورد في البيان استعداد المغرب إذ وفقت الأطراف لفتح حوار هادئ واسين قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلي للبلدان ومحاربة التطرف الديني والوضع في المواقف والوفاء بالالتزامات كل هذا كان لناصر بوريطة الدور الكبير فيه لهذا بلز اسمه بقوة في الأوين الأخيرة نقدر نقول لكم أن المغرب معمره ما كان عنده وزير خارجية بهذا الشكل وبهذا الحجم هادئ وديم على القرس والإجابة دياله مرزنة ومضبوطة تا واحد ما يديرها به حشومي والضحكة دياله كتمرض أعداء الوحدة الترابية للمغرب وزير خارجية متمكن من هاد الشيء بإجماء جميع أفراد الشعب المغربي وأخيرا لا يسوعنا سوى القول أن المغرب بلد قوي برجاله الأقوياء لكم جزيل الشكر على حسن تتبعكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر